اعترف افراد عصابة في جنوب المكسيك بانهم قتلوا واحرقوا شثث الطلاب 43 المفقودين منذ نهاية ايلول سبتمبر كما افاد وزير العدل المكسيكي في اول ترجيح حكومي بان ضحايا هذه الجريمة التي هزت البلاد والعالم قدوا جميعا الامر الذي رفض ذو الطلاب تصديقه وقال الوزير خسوس موريلو كرام ان ثلاثة من الموقفين في هذه القضية اعترفوا بانهم قتلوا الطلاب بعدما تسلموهم في منطقة تقع بين مدينتي ايجوالا وكوكولا في جنوب البلاد من رجال شرطة بلدية مرتبطين باحدى عصابات تهريب المخدرات في البلاد مشيرا الى ان الموقفين اعترفوا ايضا بانهم امروا بجمع بقايا الجثث المحترقة في اكياس بلاستيكية ورميها في نهر قريب ولكن الوزير اقر بانه سيكون من الصعب التعرف على هويات اصحاب البقايا البشرية المتفحمة وبالتالي فان السلطات ستظل تعتبر الطلاب مفقودين رسميا حتى تثبت فحوصات الحمض النووي هوياتهم هذه الاعترافات شكلت صطمة كبيرة لذوي الطلاب المفقودين الذين اعلنوا انهم لا يصدقون افادات الشهود المزعومين ويرفضون ان يصدقوا ان ابنائهم قد قتلوا بنظرنا طالما انه ليست هناك ادلة فان اطفالنا احياء وفور اعلان الخبر وعد الرئيس المكسيكي ذوي الطلاب بالاقتصاص من القتل وقال الى ذوي الشبان المفقودين والى المجتمع باسره اؤكدوا اننا لن نتراجع ابدا الى ان يتم احقاق الحق هذا وكانت السلطات المكسيكية تحدثت عن شكوك تحوم حول رئيس البلدية وزوجته ومدير الامن البلدي ترجمة نانسي قنقر